أنها سبب الغنى سبب ذهاب الفقر أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وهي تعب من خدمة البيت وقالت يا رسول الله أريد خادما قال أفلا أدلك على خير من خادم قالت بلى قال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر لكل شيء أن تأخذ بنا وتأخذ بك من خلالنا تأخذ بنا